الشخص اللي بينتمي لكنيسة محلية هو ينتمي بدعوة إلهية ليه؟ هل أنا كابن لرب أحضر أي كنيسة؟ لا اللي ربنا عاوزني فيها لأن الكنيسة اللي هاحضرها هتبني فيها وهبني فيها هتخدم فيها وهخدم فيها هتبارك فيها وهكون باركة لإخواتي الكنيسة بيحصل فيها الاتجاهين أنا أبارك وأكون باركة أنا أخدم وأخدم مرات الفكر بتاعنا دلوقتي الاستهلاكي بتاع المجتمع بتاعنا احنا بنضوع على كنيسة تخدمني لكن مش أخدم فيها تريحني مش أكون باركة فيها بس الحقيقة ربنا بتحرك بنا حياتين هخدمك في المكان ده هبنيك هنا وهستخدمك تبنيك كمان في المكان ده وتكون باركة في المكان مين يحدد بقى؟ الرب يقولي تقعد هنا أو سيب هنا وروح هنا لأنه كنيسة الرب بزبط دي كنيسة الرب مش على مزاجة يعني كتير ناس بتروح من مكان إلى مكان هروباً أو حتى يعني يسمع حاجة اللي بتبسته يعني أكتر ما يكون عنده المسؤولية إنه يخدم ويعمل ويعطي في الكنيسة لو سألت حد تقوله في كنيسة شوية تعبانة مش قوية قوي وكنيسة قوية تروح أني واحدة فيهم فمنطقين يقوليك روح القوية بس مرات ربنا يقولي أنا عايزك في الضعيفة دي عشان أنا عايز أشكلك في وسطيهم وتساعد في نجاح الأعبة هقول تعبير في القصة دي فارق معي جدا في أشايح ستين لما يحكي عن برنامج المسيح روح الرب علي لأنه أرسلني بعد ما بيحكي وبعد يقول فيدعونا أشجر بر غرس الرب للتمجيد مش عايزة أقولي حتى قديت الجملة دي ليها تأثير في الروح نحن غرس الرب هو الذي يغرسنا هو يغرسني في سكن هو يغرسني في دولة هو يغرسني في كنيسة هو يغرسني في خدمة هو اللي يغرسني أنا مش بتحرك من نفسي لكن يرسلنا الرب يقيمنا الرب عشان أكون واحد لي تأثير ولي دور في ملكوت الله فالكنيسة رسالي إليها أحضر أنا كنيسة متحركش من نفسي لكن أتواجد في الدائرة لرب أقامني فيها موسيقى 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 موسيقى